فوز البراميدز بكاس ده هيخلي فرق كتير جدا تقدر ان هي تفوز وتديهم فرصة انهم يتفوزوا ولا هتقب اصعب عليهم بص حضرتك البراميدز فاز بالكاس عشان خاطر عدة اسباب نمر واحد النادي الاهلي وهو المنافس الاول لبراميدز او المنافس الاكبر لكل البطولات يعني اعتذر عن بطولة كاس مصر لان طبعا الموسم كان طويل واللعبة كانت مجهدة فما حبش يكمل بطولة كاس ويدي فرصة لقراحة اللعبة وبالتالي نادي بيراميدز طبعا نادي الاهلي مكنش موجود فدي كانت حاجة كويسة لنادي بيراميدز كمان نادي الزبالك حرج من البطولة فاصبح الطريق ممهد لنادي بيراميدز ان هو ياخد البطولة وخاصة ان البطولة كاس مصر دي بدتلاقى من 4-5 مباريات تقريبا تمام يعني البطولة صغيرة عشان كده نادي بيراميدز اخد البطولة السنة دي حاجة بتسألي بقى هل هو في فرقة تانية ممكن تاخد اكيد اهل في فرقة تانية متاح لي ان هي تاخد الفرصة دي ولا موضوع شايفه حضرتك صعب بص بطولة الكاس بطولة صغيرة وعدد مباراة قليلة ومن نقاوت يعني ايه ممتش ممكن تخريه خلاص بش هترجع تاني اما بطولة الدوري مثلا بطولة الدوري بتبقى لها نفس طويل وفي 36 مباراة فمحتاجة زهير جماهيري يدعمك علشان لو انت حتى اخطأت في مباراة يعني ما حصلش انكسبتي في مباراة فالجماهير بتدعم الفرقة فاعتقد اني نادي بيراملز ما عندهمش الظاهيري الجماهيري ده فعشان كده صعب في وجود الاهلي وجماهيره اني نادي بيراملز حق بطولة الدوري مش مستحيل مش حاجة صعبة يعني مش مستحيلة انما صعب تمام باننا ذكرنا بقى الجماهير بلادي جماهيري متعصبة جدا ويقولك ما هو لو كان دخل حسام حسن او لو كان عمل او كان بيجيبوا لعيب على المدرب مع اني لعيب مش من مدرب هو مدرب فاهم بيعمل ايه تمام فحضرتك برضو نصيحة لللي يعني بيشاهد وعنده عصبية كبيرة جدا وشايف ان كل حاجة غلط لا والكورة مش عصبية او الرياضة مش عصبية انتي لو عندك رأي مفيش منع انك تقولي بس مش بعصبية زي ما بقولوا الاختلاف في الرأي اللي يفسد لود القضاء الناس لو هتتجه للعصبية احنا مش هنعمل حاجة انا انا شايف ان لازم يبقى في حوار مسمر بين الناس وبعطيها علشان تبقى الدنيا هادية ومبقاش في عصبية ولكن في ناس بيفتعلوا العصبية علشان بيعملوا تردات وبتاعوا حاجات زي كده تعرف بقى مرسوش حالي يعني مش حاجة حلوة زي ما قلنا القورة اخلاق هو حبه اخلاق هو مش حاجة هي مش حاجة حلوة في الاخر ده تنافس شريف انا هكسب النهاردة انت هتكسب بكرة بالزبط اه فالموضوع مش مستاهل العصبية والكلام اللي بيحصل ده كله لا وبوقعهم بين اللاعبات يعني لا عايز اقولك الى حاجة بطريقة مش لطيفة خالص عايز اقولك الى حاجة اللاعب اصدقاء بره الملعب اكيد بنشوف كده احنا بنشوف كده واصدقاء على فكرة بيزوروا بعض بعض POWLab مع اكلاته زي كده وبيودوا بعض فلاهم مش بوقعهم بين اللاعبه ولا حاجة هم بيفتكرون هم ويعودوا بره اللاعبه لكن اللاعبه اصدقاء بره الملعب وحبايب وبيزوروا بعض وبدوا بعضهم فيش اي مشاكل وهما كمان بيتقابلوا مع بعض في المنتخب الوطني لما بيقع عليهم اختيار في المنتخب فبيتقابلوا مع بعض وبعوضوا فترات طويلة مع بعض في المنتخب وبيبقى بينهم صداقة جيدة يعني لو لعيب من نابد زي زمالك ولعيب من نابد الأهل يسلموا على بعض وهم في الملعب بيقولوا لا ده في خيانة أو في اتفاق ما بينهم وما بين بعضهم على المكسب والخسارة فعلا طب يحصل تخوين بقى وبيهيجوا الدنيا في السوشيال ميديا زي ما قلت لحضرتك هما بيبقوا عشان تريند عشان يجذبوا الناس يبصوا لصفحاتهم أو كده وأنا يعني معلش يعني من الجمهور مش فاهم هما بيعملوا ايه أو مش فاهم التشكيل هيكون ازاي فمحكمش على حد حضرتك انت لو شفتي مباريات الأوروبية الفرق بيطلع بيسلموا على بعض والمدربين بيسلموا على بعض وحتى الجمهور بيقف يسقف للعيبة اللي مغلوبة يعني دي روح الفريق بقى بالزبط كده